بعد أن ودّانا سنة 2018 سنوجه البوصلة الآن إلى الأمام لنرصد أهم المشاريع التي وعدت الحكومة بأن الجزائريين سيستفيدون من خدماتها خلال هذه السنة الجديدة سواء في العاصمة أو في ولايات أخرى البداية من المحمدية أين ينتظر العاصميون بل الجزائريون جميعاً أن يفتح الجامع الأعظم أبوابه ليكتشفوا ما يضمه هذا الصرح الديني من منشآت كالمدارس القرآنية والمكتبات وغيرها وغير بعيد عن الجامع الأعظم سيتمكن العاصميين من التنزه سنة 2019 على ذفاف نهر الحراش التي تم تهيئتها لاستقبال الوافدين وجهزت بكل وسائل الراحة من أماكن للجلوس وحتى ملاعب بأحجام مختلفة بالتوجه قليلاً شرق العاصمة سيكون الجزائريون مع موعد استلام المطار الدولي الجديد الذي سيسمح بزيادة قدرة استيعاب المسافرين وكذا الرفع من مستوى الخدمات غرب العاصمة بدوره ضبط عقارب ساعته مع موعد تسليم الملعب الجديد ببراقي الذي عرف التأخرات المتكررة لتكون سنة 2019 آخر موعد حسب الوعود المقدمة كما ستفتح كلية الطب الجديدة ببنعكنون أبوابها أمام طلبة هذا التخصص لتكون خزان الجزائر المستقبلي للأطباء ولأن وضع المنشآت لا جدوى منه دون مخطط نقل سيتم سنة 2019 إتمام أشغال توسعة شبكة المترو من ساحة الشهداء نحو باب الواد وكذا من محطة عين النعجة إلى غاية براقي بالإضافة إلى إعلان ولاية الجزائر عن أربعين مشروع خاص بفك الإختناق المروري بالعاصمة إلى ولاية بجاية الآن وبالضبط خراطة التي تحتضن أحد أهم وأصعب مشاريع البنى التحتية والمتمثلة في منعرجات خراطة التي ستسلم أشطر أخرى منها هذه السنة ما من شأنه تسهيل حركة المركبات في مجال الطاقة ينتظر أن ينطلق سنة 2019 مشروع مصفات حاسم سعود التي طال انتظارها بعد أن تم فتح أظريفتها منتصف السنة الماضية لتضاف إليها أيضا مصفات سيديرزين بالعاصمة وبعد رفع التجميد سيجسد في 2019 مشروع الطريق الوطني رقم واحد الذي يمتد إلى غاية الجنوب الكبير لفك العزلة عن تمنراسة عينك الزام وتيميوين وتيزاواتين وعن البرنامج الجديد لسنة المقبلة في مجال السكن سيتم بناء أكثر من 145 ألف سكن بمختلف الصياغ هي عينة عن مشاريع وعد الجزائريون برؤيتها تتجسد قبل نهاية 2019 على أمل أن يكون انعكاسها عليهم إيجابيا اشتركوا في القناة